السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد معكم كريم خلف والنهاردة هنتكلم عن مستحضرات المبيدات الصور اللي موجود عليها المبيدات وليه بيبقى فيه صور مختلفة وطبيعة التكوين في المبيد طبيعة تكوين المبيد والمواد المضافة ليه بتكون ايه موسيقى من النادر جدا ان احنا نلاقي مبيد بيستخدم بصورته او المادة الفعالة صرف بنلاقي ان المبيد تركيزه ممكن ما يتعداش واحد في المية او اتنين في المية تلاتة في المية عشرة في المية ايا كان المبيد المادة الفعالة اللي احنا بنتكلم عليها في الفيديوهات السابقة دي كلها بتكون جزء من تركيب المبيد او المستحضر التجاري طب ايه هي بقى باقي المستحضرات التجارية او باقي المركب بيتكون من ايه المبيد بيبقى عندنا رقم واحد وده الاساس المادة الفعالة وبيبقى عندنا بعض المواد الحاملة لهذه المادة وبعد كده بيبقى فيه بعض المواد السطحية ودي بتشمل المواد اللاسقة والمواد الناشرة كمان بيبقى عندنا بعض المزيبات العضوية وبيكون عندنا مواد كيميائية وموازنة وبعض الصبغات الكيميائية كمان بيبقى عندنا بعض المواد اللي بتحسن من فعل المبيض المواد الفعالة اللي عندي في السوق ممكن ألاقي من كل مادة فعالة أكتر من شكل المستحضر تجاري يعني ممكن المادة الفعالة لوحدة ألاقي فيها شكل EC وممكن ألاقي WB ده بدرة وده سائل ليه الفرق ده؟ وساعتها أنا هختار أنهي نوع فيهم بكل بساطة أن الأنواع دي تعملت أو الأشكال المختلفة تعملت من هذه المستحضرات لأن كل شكل معين من المستحضرات بيكافح مجموعة معينة أو آمن على الإنسان أو الحيوان أو البيئة على حسب أنا هطبق على إيه؟ من أهم مستحضرات المبيدات الموجودة رقم واحد المساحق والمساحق دي بتكون عبارة عن بدرة مطحونة محمل عليها مبيدات المادة الفعالة بتركيزات في الأغلب بتكون تركيزات صغيرة مضاف عليها المواد الحاملة ودي في منها الشائع منها ثلاث صور الصورة الأولى وهي الوتب والبودر أو المساحق القابلة للبلل الصورة الثانية الدي اف أو مصاحيق الحبيبات الجفة والصورة الثالثة الاس بي ودي الحبيبات أو المصاحيق القابلة للزوابان في الماء المصاحيق عمتا الميزة التي تميزها عن باقي المستحضرات أن في الأغلب أو أغلبها يتم استخدامه مباشرة قبل بدون أن يتم خلطها أو تخفيفها في الماء أو غيره الصورة الثانية اللي معنا من المستحضرات ومن الأشهر المستحضرات على الإطلاق وهي مركزات الاستحلال إيه بقى هي مركزات الاستحلال في بعض المواد الفعالة التي طبيعتها لا تمتزج بالماء فدي بنحتاج أن احنا بنضفها مع بعض المواد المستحلبة التي تجعل التي تأخذ المادة الفعالة تحمل المادة الفعالة ولما بنضفها على الماء بتبدأ تنتشر وبتعمل عملية الإزابة زي أغلب مركبات اللمبادة اللمبادة الخامسة والعشرة في المية بتكون في صورة الإي سي أو مركزات المستحلبات مركز استحلال ودي طبعا في التركيزات العالية دي بنجيب المبيد وبتخفى على المية على المواطير الضغط وبنبدأ نرش به الحقول سواء أشجار الفكهة والخضار الصورة الثالثة اللي معانا من مستحضرات المبيدات وهي المحببات أو الجرانيونس إيه بقى هي المحببات؟ المحببات دي عبارة عن مادة خاملة فيها مادة فعالة تتراوح تركيزها من واحد لخمستاشر في المية وبتكون حبيباتها أكبر من المساحيك وبتكون متماسلة الأقطار تنحصر استخداماتها في التربة أو إن أنا بضيفها للتربة بضيف المبيد للتربة عن طريق الجرانيونس علشان أقاوم آفات التربة أو إن أنا بضيفها عن طريق الخدمة المحببات بتستخدم بصورتها مباشرة بدون تخفيف أو بدون تدخل من المزارع أو من مطبق المبيد الجرانيونس بنشوفها كتير جدا في مبيدات النماتودة التي يتم استخدامها قبل الإزرع مباشرة المستحضر رقم أربعة معنا وهي الطعوم السامة إيه هي بقى الطعوم السامة؟ الطعوم السامة دي بيكون المبيد بيكون موجود على مادة غزائية بتجذب الآفة إليها ويتم التغزية فيحدث المكافحة تتلخص استخدامات الطعوم السامة على مكافحة القوارض والسراصير والزباب واستخدامها بيكون كصحة عامة أكتر من الزراعة رقم خمسة معنا وهي مستحضر المدخنات بعض المبيدات بتستخدم في صورة غزائية وفي الأغلب بيتم استخدامها في الشوان لمكافحة آفات الحبوب أو بيتم استخدامها في الحقل بعد تغطية الحقل ولمنع تصرب الغاز وطبعا دي بقى أغلبها ممنوع دلوقتي أو تم منع استخدامها بعد كده معنا مركزات الحجم متناهية الصغر ودي بتكون فيها المادة الخامة عالية جدا بتتراوح من تمانين لمية في المية وبتستخدم عن طريق أجهزة خاصة أو مكينات رش خاصة بتطلع المبيد في صورة حبيبات متناهية الصغر هذه المبيدات بتناسب استخدام الأجهزة الضبابية وبيرمز لها بالرمز الـ ULV بعد كده معنا المواقع والمواقع دي من آآ يوجد بعض المبيدات اللي بتكون في صورة مصاحيك ناعمة جدا فصعب تداولها فالمصاحيك دي بتكون شديدة الامتصاص للماء فبيتم استخدامها كمواقع أو كمحلول يحتوي على هذه المصاحيك وبتسمى المواقع آآ من المشاكل اللي بتقابلنا فيها نية بتكون صعبة التداول بتكون تركيز المادة الفعالة فيها عالي جدا بتستخدم بكميات بسيطة للاستخدام أو التطبيق المباشر بعد كده عندنا الإيروسولات والإيروسولات دي بتستخدم في الأغلب في مكافحة في الصحة العامة مبيدات الصحة العامة ودي بتكون آآ مواد فعالة بتركيزات ضئيلة جدا توجد داخل عبوات آآ تحت ضغط عالي وبيتم استخدامها مباشرة ودي بيتم استخدامها في مكافحة النموس والزباب في المنازل أو الصحة العامة وفي نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم آآ لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا وتعمل آآ لايك